دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك أهلا بك أستاذ المشاهدين أخبرنا بقى إيه في البرد دوت والكورونا والإنفلونزا والحياة دور منتشر عند الناس كلها تنصح الناس بإيه طيب وإحنا عندنا دور منتشر وعندنا تبعات دور يعني إحنا بقالنا شهرين في أدوار فيروسية منتشرة برد وإنفلونزا ومخلاوي وكورونا بمتحوراته عندنا الدور نفسه وعندنا تبعات الدور القحة المطولة الناس كتير قوي تشتكي إن عندها قحة بقالها شهر ما بتروحش هل ده أدوار متعقبة ولا دور واحد أقول للناس يا جماعة إحنا موسم بمعنى أن أنت ممكن تصاب النهاردة برد بكرة تصاب إنفلونزا بعد أسبوع يجيلك مخلاوي بعد أسبوع يجيلك متحور كورونا والأربعة نفس الأعراض من نعمة ربنا إن كورونا الآن بأعراض جهاز نفسي علوي زكام ورشح واتباع حرارة وكحة من الدرجة المتوسطة وكل الأدوار متشابه شهنقدر نميز نقول للناس يا عدوى تنفسية هنعمل أول حاجة جماعة اللي ماخدش لقاحة الإنفلونزا بالرغم من إحنا متأخرين لا ناخد لقاحة الإنفلونزا مهم جدا لا يزال موجود ولا يزال مهم حتى مع تأخرنا إلا إنه لا يزال مهم لمعظم الفئات مثل الحوامل كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة مهم جدا ومرضى الحسانة ناخد لقاحة الإنفلونزا أولا ما ينفعش إن إحنا في بيتنا نبقى عاديين في قوضة واحدة وقفلين ما كنش مهويين المكان لإنه دا بيساعد على انتشار العدوى التنفسية بالنسبة كبيرة جدا لا هنهوي الشقة خصوصا نهاريا بلاش نتلقى وقع في الحجرة واحدة لو شخص مصاب بأي دور ببعض يتعزل في القوضة منفصلة لإن إحنا بنقول إن عدوات بتنتشر بسهولة خصوصا مع كبار السن والأطفال فبالتالي عزل الشخص المصاب مهم جدا ارتداءنا للكمامات عند وجودنا في أماكن تجمعات غير في أماكن مغلقة مهم جدا نبس الكمامة لمنع انتشار العدوى التنفسية وهذا أقول لحضر لك السهبة إن الكمامة مش بتحمي من العدوى بسي الكمامة بتشكل حق صد لدخول أي عدوى تنفسية وبتقوم بتدفئة الهواء عند دخول المجرى الأنف الهواء البارد طيارات الهواء الساعة هي أكبر مهيج لمريض حسية الأنف والصد مش العدوى التنفسية بسي فبالتالي ارتداءنا الكمامة هيقلل من دخول الهواء وهيدفل الهواء فبالتالي تعرضك لصدمات حارية أو نزات برد هيقل بنسبة كبيرة بجانب التغذية الجيدة الاكثار من السوائل اللي تحتوي على بيتامين سي عناصر الغذائية البروتينات والاكثار من الملابس القطنية فكل ده حاجات مهمة جدا نحن نعدي بيها الشتاء بدون أي مشاكل صحيح دكتور أمجد حاجة سمعني بقول لحضرتك السوائل دي حاجة مهمة جدا وكلنا يعني حتى سيدات البيوت حتى غير المتخصصين بيمشوا عليها في أي دور برد فده شيء مهم السوائل الدافية مهم جدا 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 الينسون التليو الحاجات العناصر الغذائية اللي تحتوي على بيتامين سي زي البرتقال والجوافة والقيمي نزلات البرد مش القحة لأن طبعا بيتامين سي بيزود القحة ولكن مع دور البرد ننصح بفيتامين سي ننصح بي البرتقال والجوافة ننصح بالينسون طبعا بجانب ارتداءنا الكمامات والتغذية الجيدة معظم الأعراض خلال من ثلاثة لخمسة أيام بتزول بمجرد خافض الحرارة والسوائل البرد ستمول لا داعي لأخذ مضادات حيوية مضادات الحيوية ها كل الناس على فكرة يتعافى الشخص تدريجيا عن طريق منافسه الكحة اللي بتبقى موجودة مع بعض العدوة التنفسية اللي هي دي بعض الحالات المضاعفات دي نادرة الحدوث دي اللي هتحتاج الكشف عليها هنشوف دي تبعات دور برد ولا انت مريض حسية عشان كده قحة عندك مطولة قد نحتاج الى موسعات قد نحتاج الى غسول الانف قد نحتاج الى بخخات انف اقصد في حالات ان القحة فيها بتكون مطولة غير ذلك معظم الأدوار الأدوار بيتعافى الشخص عن طريق مناعته مجرد السوائل قفض الحرارة الراحة بيتعافى الشخص التبقائيا عن طريق مناعته شكرا